أهلا بكم في تغطية خاصة وجديدة من تلفزيون اليوم السابع وهنخصصها لقضية رياضية كارثية تم تفجيرها بالأمس والحد هذه اللحظة لسه محدش عارف الحقيقة فيه طبعاً مبارح جميعاً خبر غاية في الغرابة بيقول إن كأس الأمم الأفريقية اختفى من اتحاد الكرة ومش موجود أسئلة كتير جداً محتاجين إجابات عنها وكواليس أكتر هنعرفها دلوقتي من الكاتب الصحفي محمد مراد نائب رئيس القسم الرياضي باليوم السابع ومسؤول تغطية اتحاد الكرة بسالة خير أستاذ محمد برحب بك معنا بسالة خير أستاذ مرحباً أشكرك بدايةً كده إي قصة اختفاء كاس الأمم الأفريقية من اتحاد الكرة؟ يعني هو الموضوع جيب للصدف يعني كان طبعاً اتحاد الكرة بقال له فترة بيجهز مبنى خاص لاتحاد الكرة وبيعمل باهو خاص به كده في مدخل الاتحاد ويتم يوضع فيه بعض الكبوض وبعض الشفات الخاصة ببعض العبادة النجوم زي محمد صلاح وزي حسن وضي عصام الحضري فبدأوا يدوروا على الحاجات التي هي الخاصة بالاتحاد الكرة ومنها طبعاً كاس أمة أفريقية اللي احنا خذنا به ثلاث مرات متتالية ده حاجة طبعاً تارفية لمصر فكان طبعاً نازمية وموجودة من ضمن الحاجات الأساسية اللي كانوا موجودة في المتحق بالقصر لمدة عشر سنين طبعاً آه يعني طبعاً لازم يعني كانوا الحاجات هذه اللازم تبقى موجودة في المبنى الاتحاد فبدأوا بقى من هنا يدوروا على الكبوض ففقواً مفيش كاس بكتورة فصل وكتورة أم أوصفية تحتنا أمتين وعشرة ومن هنا بقى بدأوا الاتحاد الكبورة بدأوا يعمل جارك للكبوض والدروع والحاجات الموجودة دي ففوقواً ان الكاس مش موجود طبعاً تم الاستعانة بمسؤول الكسابات ومسؤول المخازن لهم بقوا مسؤولين عن اللبس وعن الحاجات الخقوص والدروع دي بيعونها في أماكن معينة فلاقوا ان فيه زي محضر كده مفتوب مفتوب فيه ان الكاس أم أفريقيا جنب ونقصتين كده بصحبة الكابتان احمد حسن ده هو كامل الكابتان من كابتان من تحو مصر كامل عالفين وستة وعالفين وثمانية وعالفين وعشرة ده حقيقي كنت لسه هسألك ايه مناسبة انه فيه فيه اشاعات بتتردد وكلام بيدور حوالين اسم الكابتان احمد حسن آه يعني هو اسم الكابتان احمد حسن تحزن جمن الحتة دي يعني دي معلومة يعني اول حد يعني احنا اول حد نقولها مع يوم السابع طيب عيدها تاني معليش اسم محمد ايوة اه ان في ان في محضر اه يعني ورقة كده محضر في اه انت الحاجات اللي هي موجودة في الخزنة بتاعة تحضر كورا من منها كاس أم أفريقيا الفين وعشرة اه 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 المحضر مكتوب جنبه كده كاس أم أفريقيا الفين وعشرة نقصت فيه بصحبة احمد حسن كابت المنتخب مصر انه طبعا احنا متعودين هنا في اه اه اي بطولة بناخدها او اي حاجة اني كابت المنتخب اه او المدير الفني بياخد الكاس لعيزة ايام بيتطوروا بيه اللاعباء بيتطوروا بيه مع اوصرهم مع اصحابهم مع رعاها مثلا فده اللي كان بيحصل في الفين وعشرة احمد حسن خد الكاس اه وقعد يتطور به طبعا مع العيبة ومع الجهاز ومع ورسيته احتفظ جيل فترة وبعد كده رجعه في الفين وحداشر ده بناء على تصلحات احمد حسن شخصية لليوم السابع قالت احنا رجعنا للكاس رجعت الكاس تحدينا في الفين وحداشر وسلمتوا في الفين وحداشر ومن ساعاتها ماليش علاقة للكاس خالص فطبعا الموضوع اصير زي ما حدثش قلت يا صامت في الاوقت خالص ان ان بيعملوا جلد فلاقوا للكاس مش موجود فمن هنا بقى بدأوا يدوروا بقى على بقيته البقوز التانية بدأوا يدوروا يسألوا فيه الاجراءات بقى يا سيد محمد بعد ما اكتشفوا اختفاء الكاس الاجراءات اللي اتخذها اتحدى بكل اه الاجراءات طبعا التحدث كرى بيستعين دلوقت بلاقة الحسابات او ادارة الحسابات وادارة المكازن عشان يعرفوا بالحاجات مش كاس ام افريكا بس عشان يعرفوا بقية الحاجات اللي موجودة في الانتحاد ايه. فكقوا لغادي دلوقت يعني هو لسه ليش حاجة لسنة طلعت لك فكقوا ان في اختفاء كبير جدا للكريوس والكريوس ثانية غير كاس ام افريكا. مش موجودة في الانتحاد. فما ان موجود لغادي دلوقتي حوالي ثلاث كبوس منهم كاس أمة وفكرة ستة طب ان احنا فزنا دي والتين وستة والتين وثوانية لكن الاتين وعشرة مش موجودة فالجرد دلوقتي في جرد شغال طبعا وفي كسين طبعا عارفة ان كان في حريقة في التحاد الكورة في الفين وتلتاشر حريق الجبلية حريق 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 ببناء وحريق للمبنى بتاع التحاد الكورة في اه 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 حجموا على التحاد الكورة سعيتها وحرقوا التحاد الكورة ويتم سرقة الكسير من اليها وسلاءتخن من الخوس زرقة من الذروع بن الاوراق اجز الكمبيوتر وكيه حاجات تتحرقت تطريعك قد jurisdiction معنا فقائص كتير التحرق فمن زمن الفوس للسرق دي لسه من مطfera والعيلة ان في ان في اسم حلوان اسم الشرطة الخرون تلأ في تحاد الكورة وقال له تعالى في كاسين موجودين عندنا اه تبع اتحاد الكورة من 통ter Would Young Th المثل من الفوس ان كانت مسلوقة والاسم الشرطة التحار الكلوان كانوا موجودين في اسم الشرطة الكلوان والتحاد الكورة سلامهم من ايام قليلة بسلم البطولة العربية طبعاً الكاسين يعني البهتيين والكسرين طبعاً طبعاً يتعثر منهم كان دلوقت آآ يعني من ضمن الكلاب اللي طبعاً بقى دلوقتي هو الغاد دلوقتي او صفر معرفوش الكاسفين يعني بعض الناس بقولوا ان هو السرق آآ بعد الحريقة في ناس بقولوا لأ درجة بعد الحريقة وتم تسليمه للاجنة اللي كانت موجودة والالتحاد اللي كان موسعتها والمداري التنفيذي يدعى على عدد سارة طويلاً وتم تسليم لكن بين القيل والقال ده على أرض الواقع الكاس مش موجود لا لغاية دلوقتي الكاس مش موجود والكاس مختفي ما حدش يعارف لغاية دلوقتي فين فطبعاً الموضوع طبعاً موضوع مهم جداً وتم تجمع ده بالتأكيد الكاس ده بيكون مصنوع من الدهب ولا مصنوع من اي يا سيد محر والله هو اللي يعني كان على كلام ده أستاذ جمال علامو ده كان رؤو ده كان رئيس الاتحاد الكورة في الفترة اللي كان فيها حرقة الاتحاد الكورة من 2012 لغاية 2016 ده كان رئيس الاتحاد الكورة بيأكد من الكاس ان الفترة اللي احنا بناخدها ما ببقاش ذهب خالص تبقى من المعدن او من الخشب مفيش مفيش منها ذهب خالص مش ذهب اه اه مفيش ذهب يعني حتى اللي تسلق بيقولني اللي تسلق ده برضو مش كاس مش ذهب يبقى من المعدن او النسخة الاصلية بيبقى المحتفظ اتحاد الافريكي بيبقى محتفظة بالنسخة الاصلية اللي هي بتاعها في الها بيكون ا Hما افريكي ونفس الامر برضو في الكاس العالم اللي ب vegan الدول اللي هو الفيفا بيحتفظ النسخة الاصطية وبيتم عمل نسخة يعني شبه اصل من الاصطية وبيتم تسليمها للفريق البطل يعني وقال لي معلومة تانية وقال لي ان هو ممكن اتحاد الكورة يعني سرقة البكاز ده مش ازمة يعني هو ممكن اتحاد الكورة يخلط بالاتحاد الافريقي ويطلب نفس النسخة. اه نسخة مطر. انه عشق والتحاد الافريقي بيعمل نسخة جديدة منها. طيب شكرا بشكرك شكرا جزيلا على التوضيح وتوفير كثير من المعلومات في هذا الشأن كنت معنا الكاتب الصحفي محمد مراد نائب رئيس القسم الرياضي باليوم السابع ومسؤول تغطية اتحاد الكورة شكرا جزيلا لك. شكرا. نشكركم مشاهدين ولسه تغطياتنا معكم مستمرة على مدار اليوم على تلفزيون اليوم السابع عاد لكم هذه الفقرة زميل تامر امام وتقبل وتحياتي سمر الزهيري الى اللقاء.